التاريخ لا يتكرر، ولكنه كثيراً ما يتشابه حديث يؤمن به محلل السياسة والدبلوماسية العالمية بما يكشف عن قياس تجارب عالمية في أزمات قوى كبرى، كتلك التي تنفست بها في نظام الدولي متعدد الأقطاب قبل الحرب العالمية الأولى. وحدة الدراسات الدولية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية فصلت التجربة التاريخية في محاور متدرجة من حيث القياس على أزمة التمرد المسلح الذي انقلب من خلاله قائد مجموعة فاغنر على الجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين. إذ فتحت التجربة الأبواب مشرعة بحسب تقرير المركز على تاريخ فكر صناع السياسة في أواخر عام 1905 بما يضمن استقرار روسيا لكي لا تهيمن ألمانيا على المشهد العالمي. وهو ما يدلل بحسب التقرير على حلول تاريخية ساهمت في إنجاح التفوق الدبلوماسي بما يخدم مصالح الدول الكبرى. يقول التقرير إن أوجه التشابه الراهنة تتمثل بصعود الصين الموازي لصعود اليابان وألمانيا في النظام الدولي. وتمرد فاغنر موازي للانتفاضة الشعبية الروسية. وهو ما تفسره وحدة الدراسات الدولية في المركز على أن انهيار روسيا سيعطي فرصة لصعود الصين في النظام الدولي. وأن تمرد فاغنر يمكن أن يؤدي لحرب أهلية في روسيا. وهو ما سيتيح الفرصة لحالة فوضى تهدد بانتشار أسلحة نووية في أيدي غير مسؤولة تعرض أمن واستقرار أوروبا والغرب للخطر الشديد. لذا فإن تلك التفسيرات يرى وفقها تقرير المركز أنها تدفع الغرب وواشنطن لمعالجة الأثار الاستراتيجية المترتبة على الانحدار الروسي والحفاظ على تماسك روسيا لمنع الفوضى. وهو ما يفرض توقعا واضحا يدلل على أنه من الممكن أن تبدأ الدبلوماسية لصناعة اتفاق سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا ينقذ المشهد من حالة فوضى كاملة. أما التوقع الثاني الذي طرحه التقرير يكمن في احتمالية إبعاد بوتين حتى تتمكن روسيا وأوكرانيا من التوسط في اتفاق السلام. وقد تلعب تركيا أو فرنسا دورا رئيسيا في اتفاق السلام على غرار اتفاق 1905 بين روسيا واليابان. اشتركوا في القناة